كشف دكتور زكريا الخاجة النائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال تقرير أداء التحول الإلكتروني للربع الأول من عام 2023 كشف عن تحقيق نمو في عدد المعاملات الحكومية وأكد دكتور زكريا الخاجة مضي الهيئة في تنفيذ مشاريع التحول الإلكتروني لكافة الخدمات الحكومية وفقا للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزرية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة معالي وزير الداخلية وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية كافة مع التقدم السريع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أدركت حكومة مملكة البحرين سريعا أهمية ودور التكنولوجيا في تحسين القدرة على الوصول إلى المعلومات والخدمات وتقديمها للجمهور لذلك اتخذت خطوات كبيرة في تبني التقنيات المتقدمة لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات كما كشف تقرير أداء التحول الإلكتروني للربع الأول من عام 2023 عن تحقيق نمو في عدد المعاملات الحكومية متجاوزة 941 ألف معاملة إلكترونية وبزيادة نسبتها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك عبر القنوات الإلكترونية كالبوابة الوطنية ومتجارة تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية ومنصات الخدمة الذاتية كما زاد معدل استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية بواقع 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بجانب زيادة عدد الزيارات للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الوطنية والتي بلغت ما يقارب 5 ملايين زيارة وبلغ إجمال المدفوعات عبر التطبيقات 13 مليون ونصف المليون دينار وبزيادة في نسبة المدفوعات بواقع 39% من خلال حوالي 280 ألف معاملة مالية مما يوضح زيادة التوجه لاستخدام التطبيقات تؤمن مملكة البحرين أن التحول الإلكتروني يمثل أداة مهمة في تطوير وتعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال جملة من الأنظمة والتطبيقات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأنظمة الحكومية التي تتماشى مع أهداف استراتيجية مملكة البحرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي ترجمة نانسي قنقر